بين الزمالك وغزل المحلة الزمالك بيحاول أنه يقفل الصفحات الكتيرة اللي بتتفتح له على مستوى عقد يوسف أسامة نبيه ثم عقد سيف فاروق عفر وكلاهما انضم أو سينضم رسميا إلى بيرامدس في الأيام المقبلة وبيحاول أنه يواصل التركيز في مبارياته المحلية مواجهة الغد بيصطدم فيها بغزل المحلة اللي بالنسبة له المباراة لا تقبل القسم على اتنين ولا بد من تحقيق الفوز فيها أو على الأقل نقطة مع انتظار نتائج الآخرين من أجل صراع البقاء وأعلن الفريقان قائمتيهما لمواجهة الغد والبداية مع الزمالك اللي انضم في قائمته بعض اللاعبين الشباب وتحديدا اتنين هرست المرمى محمد صبحي والسيد عطية النهاردة خرج محمد عواد بسبب أنه لم يكتمل الجاهزية رح شوية كده ورح مشي وخرج من القائمة في الدفاع حمزة المسلوسي عمر جابر محمد عبدالغاني مصطفى الزناري أحمد فتوح في خط الوسط نبيل عماد دونجة محمد أشرف روقة محمد حسان بيسو عمر السيسي سيد عبدالله نيمار أحمد بالحاج أحمد سيد زيزو شيكابالة إبراهيم انضاي مصطفى شلبي في الهجوم سيف الدين الشزيري والشابان علي ياسر ومحمد صلاح زكي محمد صلاح دي على فكرة من نجريج في بسيون برضو يعني محمد صلاح ومن نجريج بسيون فالحاجات اللي زي دي بيبصلها غيابات الزمالك الوينش كلها إصابات عبدالشافي ناصر منسي عبدالله جمعة محمد عواد محمود شبانة عن لقاء الغد أيضا سامسون أكينيولا عدم جاهزية فنية حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر مع المنتخب الأولمبي سيف فروج عفر استبعاد بقرار إداري أو غياب برضو لأنه خلاص العلاقة تبدو انتهت ويوسف أسامة نبيه نفس القصة المحلة سريعا جدا قائمة عمر شعبان محمود الحضري أحمد ميهوب الدفاع أحمد رضا محمود علاء محمد جابر الشبراوي طارق سامي إيهاب سامير محمد بازوكا هاني عادل معادل حناوي مصطفى العش أحمد وجيه خط الوسط بيضم حميد مأو اللي رجع للقايمة وأحمد الندري كريم مصطفى إبراهيم عايش خالد الأخميمي أحمد الشيخ في الهجوم حازم مرسي تشارلز باسي جابريل أوريك وعاطف حكيم حكام مباراة الغد الكابتن أحمد الغندور حكما للساحة يعوينه الكاباتن هاني عبد الفتاح ونور سعيد محمود سوقي حكم رابع هشام القاضي حكم فيديو ويساعده محمود عبد السميع طيب خلينا معنا أخبار كتيرة هنقولها مع الكابتن علاء نبيل لكن نقول لكم بس الجديد بخصوص قصة سيف فاروق عفر دلوقتي أنه الجهاز الفني لنادي الزمالك قرر استبعاد سيف فاروق عفر من التدريبات الجماعية لحين انتهاء الموسم وانتهاء عقده مع الفريق باعتبار أنه العلاقة قد انتهت وشفنا طبعا سيف فاروق عفر لم يعلق حتى الآن لكن يبدو أنه عنده بعض التفاصيل ناوي أنه يتكلم فيها زي قصة هل وقع للزمالك أم لم يوقع وده اللي قاله رئيس الزمالك المعزول مبارح وتفاصيل تانية لكن في النهاية الواضح جدا أن العلاقة قد انتهت بين اللاعب الشاب صاحب الـ 24 عاما ونادي الزمالك بعد الفاصل هيكون منورنا الأستاذ جلال الشفعي الناقض الرياضي لكن قبلها منتخب مصر الأولمبي نظرة كده سريعة هنلاقي واضح أنه في مشكلة في حراسة المرمى في الفرق اللي بتلعب البطولة دي كلها مبارح مالي